بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب تاني اعدادي ان شاء الله هنحل امتحان جابر محافظة البحير رقم واحد اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة رقم واحد اذا كان المقدار اربعة سن تربع مجب كاف سن مجب واحد مربعا كاملا فان كاب بتساو نقر اذا كان المقدار سلاسي مربع كامل يبقى الحد الاوسط هو عبار عن ايه الحد الاوسط بيساوي موجب او سالب اتنين في جزر الحد الاول في جزر الحد التالت الحد الاوسط هنا موجب كاف سن يبقى نكتب كاف سن تساوي موجب او سالب اتنين في جزر الحد الاول اللي هو اتنين سن في جزر الحد التالت اللي هو واحد ونختصر ونجيب كمت كاف تعالوا كده نعرف ازاي يبقى الحد الاوسط اللي هو هنا ايه كاف سين بتساوي موجب او سالب اتنين في جزر الحد الاول جزر اربعة سين تربع اتنين سين في جزر الحد التالت جزر الواحد واحد بتساوي موجب او سالب زي ماهين اتنين في اتنين في واحد تبقى اربعة وثين زي ماهين يبقى كاف سين بتساوي موجب او سالب اربعة سين هنا مدروبا في كيف و هنا مدروبا في كيف يطروا مع بعض هنا مدروبا في سينو و هنا مدروبا في سينو يطروا مع بعض يبقى كيف بتساو موجب او سالي بربع نكتب في نوغة كيف بتساو موجب او سالي بربع بس نشوف الاختياراتي رقم جين موجب او سالي بربع رقم اتنين إذا كانت سين تكعيب سلبسات تكعيب بتسوى 26 وسين تربع موجب سين ساد موجب ساد تربع بتسوى 13 فإن سين سلبسات بتسوى نقط خدوا بالكم سين تكعيب سلبسات تكعيب لو حللناها هنلقى عبارة عن القص الصغير سين سلبسات والقص الكبير سين تربع موجب سين ساد موجب ساد تربين طب احنا عايزين القص الصغير اللي هو سين سلبسات هنقسم سين تكعيب سلبسات تكعيب على القص الكبير اللي هو سن تربيع موجة بسن صاد موجة بسن تربيع ونختصر تعالوا كنا نعرف ازاي يبقى هو عايز سن سلب صاد اللي هو القص الصغير بتساوي سن تقعيب سلب صاد تقعيب في البسط اللي هو فارق بين مكعبين على القص الكبير اللي هو سن تربيع موجة بسن صاد موجة بسن تربيع بتساوي نختص سين تكايب سالبساط تكايب مدانة ستة عشرين نكتبها في الباصل على سين تربع موجب سين ساد موجب سات تربع مدانة تلات عشر نكتبها في المقام ستة وتلاتين على تلات عشر فعل اثنين يبقى نكتب في النغة اثنين رقم ثلاثة اذا كان خمسة وثيسين بتساوي اربعة فان خمسة وثيسين موجب واحد بتساوي نغة حالة مسائل كتير زي دي هنلاقي هنا خمسة وثيسين موجب واحد الاسع عبارة عن مجموح سين زاد واحد هنوزع سين على الاساس خمسة الواحدة ونوزع واحد على الاساس خمسة الواحدة وبين الاساسين فيه ليه لان احنا عارفين في حال الضرب الاساسات المتساوي بنجمع الاسس يبقى خمسة وثيسين موجب واحد بتساوي خمسة وثيسين الواحدة في خمسة وثيس واحد الواحدة نعوض ونجيب الناتش تعالوا كده نعرف ازاي نكتب 65 موجة بواحد بتساوي هنفكه تبقى 65 الواحدة في بين الاساسات خمسة واحدة الواحدة بتساوي خمسة و سيسين مدانة بكاين باربعة في خمسة واحد الوث واحد ما بيتكتبش نكتب خمسة بس يبقى خمسة واحد هي خمسة اربعة في خمسة بكاين باربع عشرين نكتب في النقاط عشرين رقم اربعة مجموعة حل المعادلة سن تربيع مجاب واحد بتساوي صفر في حق هي نقاط خدوا بالكو ازا لقينا سن تربيع زاعد اي عدد بتساوي صفر يبقى ملهاش حل في حق يبقى مجموعة الحل فاضر ملهاش حل في حق يعني مجموعة الحل بتساوي فاضر احنا عايزين نعرف بالخطوات مجاب واحد هروح الطرف الثاني سالب واحد هنجيب الجزر المجاب والسالب للسالب واحد بس الجزر السالب ملوش لايس لاحل يبقى على طول مجموعة الحل فاضر تعالكونا نعرف ازاي مجاب واحد تروح الطرف الثاني سالب واحد وصفر ما بيأسرش يبقى سن تربيع بتساوي سالب واحد احنا عارفين ازا لقنا السالب جوة جزر التربيعي ليس لاحل تب هو هنا ليس لاحل بس هو عايز مجموعة الحل نكتب مجموعة الحل فاضر محدش يكتب مجموعة الحل ليس لاحل ده ازا كان السين ليس لاحل يبقى مجموعة الحل فاضر رقم خمسة, اتنين و س خمسة متوجب جزر ثين و الس عشر بس نكتب الاول هنختصر اتنين و الس خمسة زي ما هي تب جازر الثاني س لقي الجزر والست زوجي يبقىغي جزر إتر مع نصو الأس نكتب الجزر الدخلfort Про billsée we meet 10 و نجبه نصو الأس بقه Sixtى خمسة تبقى ثنين و الس خمسة زايد 2 jedes خمسة هنلاقي نفس الكيمة مجموعة نفسه هنكتب كيمة منهم مرة واحدة في عدد مرات جمعهم الهم اتنين بعد كده هنلاقي ضرب اسات متشابهة يبدأ نجمع الاسو تعالوا كده نعرف ازاي خدوا بالكم دي علشان بتطلق بالطلاب كثير اتنين واسو خمسة زي ما ايه زي جازر اتنين واس عشرة هنلاقي الجازر وعلى جازر اسو زوجي يبقى الجازر ترمع نص الاسو لنجει هذين الله Laurent ويجهد نص الاسو نص عشرة كيمة خمس ويجب أثنين واس خمسة نفس الكيمة مجموعها مع افسها هو نفس الاسو اعمل ايه هه اكتب كيمة منهم كمه هي اثنين واس خمسة في عدد مرات جمعهم كيمة اثنين مرات جمعهم مرتين الاجدار باساسات متسوى بينهم فيهم strategic adola اكتب الاساسي زي ما هو واجمع الوسوس 5 زايد 1 كهام 6 يبقى الناتج طلع 2 و 6 اكتب النقاط 2 و 6 رقم 6 اذا كان 2 اصغر من سين اصغر من 5 فهين 3 سين سلب 1 تنتمي الى نقاط خدوا بالكم انديه علشان بطلق بالطلاب كثير لاحظ هنا ضربت سين في 3 و بعدين طرحت من الناتج 1 يبقى اعمل ايه هنا هضرب كل الطرف في 3 بعد كده هطرح كل الطرف و اعمل واحد اضرب هنا في 3 و اضرب هنا في 3 بعد كده اطرح من هنا واحد و اطرح من هنا واحد و اطرح من هنا واحد بعد كده اشوف تنتمي الى الفترة ايه تعالوا كده انا اعرف ازين خدوا بالكم دي بطلق بالطلاب كثير هنا تلاتة سين هضرب كل الطرف في 3 يبقى اتنين في 3 اصغر من ثلاثة سين اصغر من خمسة في تلاتة ضرب كل الطرف في 3 الثلاثة اتنين في تلاتة باستة و اصغر من ثلاثة سين باستة بعد كده هنا نجز 1 يبقى اطرح من كل طرف واحد تبقى هنا 6 نجز 1 اصغر من 3 سين نجز 1 اصغر من 15 نجز 1 ابدأ اختص 6 نجز 1 5 اصغر من 3 سين نجز 1 زي ما هي اصغر من 15 نجز 1 14 يبقى 3 سين نجز 1 تنحصر بين 15 و 14 لكن الخمسة لا تساوي مفتوحة والاربحتاشر لا تساوي مفتوحة يبدأ اكتب ثلاثة سنة نجس واحد تنتمي الي تنحصر ما بين الخمسة والاربحتاشر يبدأ اعمل خمسة واربحتاشر الخمسة لا تساوي مفتوحة يبدأ اعمل خمسة واربحتاشر خدوا بالكم دي بتلاب الطلاب كثير رقم اثنين اكمل ما ياتي رقم واحد اذا كان تلاتة وتسسين موجب تلاتة وتسسين موجب تلاتة وتسسين بتساوي واحد فان سين بتساوي نوع خدوا بالكم دي برضو صعب تلاتة وتسسين ما اجمعها مع نفسها تلات مرات هناخدها مرة واحدة ونضربها في حدث مرات جمعها اللي هي تلاتة يبقى تلاتة وتسسين في تلاتة هنلاقي ضرب اثسات متساوي ببقى نجمع الاسف طب الطرف الثاني واحد اشيل الواحد وقت باساس الطرف الاول بس اخليه اثس صف لان اي حاجة اثس صفر بواحد وهلاقي الاساسين متساويين في الطرفين تعالوا كده نعرف ازي تلاتة وتسسين زايد تلاتة وتسسين زايد تلاتة وتسسين مجموع من نفسها كم مرات تلات مرات اكتب تلاتة وتسسين مرة واحدة في عدد مرات جمعهم اللي هم تلاتة واحد اثنين تلاتة بتساوي واحد زايمه هلاقي هنا ضرب اسات متساوي بينهم فيه يبقى جمع الاسس الاسسين السين والاسسين المفروض كام واحد يبقى تلاتة اسسين مجاب واحد بتساوي واحد زايمه جمعت الاسس سين زايد واحد والاساس تلاتة زايمهو في الطرف الايمين واحد الطرف الايسر واحد أكتب اس psychic اضر ورحق ثلاثه color 3-0 افطير ورحق sham 3-0 كو اضربize lado u3-0 خلص ثلاثه u4-1 خلص ثلاثه u3-0 ثلاثه u3-0-1 ثلاثه u7 الساس يلغつ ف corporate ثلاثه u1-0 اضرب عج Dev سين وصيدا ساو west موجب واحد اذهب بعكس الاشار ايزا سين بتساوي سالب واحد الصفر ما بيقصرش موجب واحد راح اطراف الثاني سالب واحد يبقى السين اكتب بتساوي كام سالب واحد رقم اثنين اذا كان ثلاثة سين موجب اربعة موجب اربعة احد عاملين مقدار خمستاشر سين تربيع موجب سبعتاشر سين سالة واربعة فان العام الاخر هو نوبة طبعا ده مقدار سلاسي غير بسيط هحل الحد الاول وحل الحد الثالث بحيث اضرب الطرفين مع الوسطين الدين الاوسط خلي بالكم التالت سالب يبقى ليشارتين مختلفين واحد موجب واحد سالب بس يجاب لمحلل اشوف عامل مشترك ولا لا طبعا مفيش عامل مشترك يبقى حل احل الحد الاول طب الحد الاول مدينا ثلاثة سين فيه اشوف اللي انضرب فيه يدينا الحد الثاني طبعا حل الحد التالي اربعة موجود هنا اربعة اشوف اللي انضرب فيه بعد كده نشوف الطرفين مع الوسطين يدينا الاوسط يبقى هو ده تحليل العامل الثاني تعالوا كده نعرف ازاي يبقى الاول هكتبها تاني زمية خمستاشر سين تربية زي سبحتاشر سين سالب اربعة عايز احل دي اول حاجة حل الحد الاول الحد الاول عبارة عن خمستاشر سين في سين او او ثلاثة سين في خمسة سين كل حالة مديها تجدنا خمستاشر سين تربية طب يحل الحد التالي اربعة عبارة عن اربعة في واحد بسين في عبادتل او واحد في اربعة او اتنين في اتنين و اتنين في اتنين لو فضلتها يا نفسين يبقى كده حللنا الحد الاول حدين الحد التالي عايزين نشوف ايه اللي انتربت الطرفين مع الوسطين يدينا الاوسط بس هم سهل لنا جايب لنا واحد منهم هنا واحد منهم هنا ثلاثة سين اللي موجودة هنا يبقى ناخد في خمسة سين اللي هي دي لانه مكتوب ثلاثة سين هنا اربعة يبقى اخد ايه اللي هي واحد عايزين نتأكد هنعمل المقص عشان نتأكد ان حلنا صح الاول ثلاثة سين في خمسة اكتب على يمين هنا ثلاثة سين وهنا خمس سين الثاني اربعة في واحد اكتب على شمال اربعة في واحد بس لاحظ هنا الثالث سالب يبقى لشرطين مختلفين هكتب هنا موجب موقعا وهنا سالب عايزة هكتب ده تحليل صحول الى اضرب الطرفين مع الوسطين ثلاثة سين في سالب واحد بسالب ثلاثة سين ثلاثة سين موجب سين berह2 بإموجب 20 سين سان. تساي penetration ثلاثة سين وموجب عشرين سين بموجب 17 سين ثلاثة وموجب عشرين وموجب 17bones يبقى هو ده التحليل الصح اخذ الاول بنكوس 30 موجب 4 مكتوبهية اخذ ثاني بنكوس 5 سين سالب وحد يبقى العامل الاخر هو خمسة سين سلب واحد و يريد حطها بنكوس رقم ثلاثة اذا كان سين مجب صادر كله تربية بسوى 64 و سين ساد بسوى 15 فان سين تربية مجب صاد تربية بسوى نقط الاول هنفك سين مجب صادر كله تربية كلنا عارفين مربع كوس عبارة عن مربع الاول موجب اثنين في الاول في الثاني موجب مربع الثاني هنبدأ نعود بعد كده خلي بالكم بسين ساد هتكون مضروبة في الثنين تبع السين تربية موجب صادر موجب صادر تربية لوحده يبقى موجب اثنين ساد هتروح الطرف الايمن بعكس الاشارة ونختصر تعالوا كده نعرف ازاي اول حاجة هنكتب سين موجب صادر كله تربية بسوى 64 سين موجب صادر كله تربية بسوى 64 ابدأ فوق الطرف الايمن لسه جاي المربع كوسي مربع الاول مربع السين سين تربية موجب اثنين في الاول في الثاني اثنين في سين في صاد تبقى اثنين سين صادر موجب مربع الثاني مربع الساد ساد تربية سين تربية موجب صادر تربية موجب صادر تربية سين تربية موجب صادر تربية فاضل موجب اثنين سين صاد يبقى موجب اثنين فيه سين صاد مدهان بكام خمستاشر سين تربية موجب صادر تربية محدهان بكام خمستاشر سين تربية موجب صادر تربية سين تربية موجب صادر تربية اول تنف 15 ب 30 بتساوي 64. فاضي الموجهة بتلاتين تروح الطرف التاني بعكس الاشارة السالي بتلاتين يبقى سين تربع موجهة بصد تربيه لوحده بتساوي 64 ناقص 30. 64 ناقص 30 بكام ب34. يبقى نتشتلا بكام ب34. نكتب سين تربع زي سات تربع بتساوي 34. رقم اربع المعكوس الجمعي للعدد واحد سالب جزر اثنين هو نوبة. المعكوس الجمعي يعني نضرب العدد في سالب بس هنا كوس يبقى نضرب الكوس كله في سالب. هلاقي جوه الكوس عددين بينهم سالب. طب لو ضربت سالب بره اعمل ايه? ابدي العددين اللي جوه الكوس مكان بعضه والسالب بينهم زي ما هو. خلي بالكم ادي اذا لقيت بره الكوس سالب وجوه الكوس عددين وبينهم سالب. اشيل السالب لبرا الكوس وابدل العددين لجوه الكوس مكان بعض. تعالوا كده نعرف ازين. المعكوس الجمع للكوس اعمل ايه? اضرب الكوس في سالب. يبقى سالب في واحد. سالب جزر اثنين. سالب بره الكوس وجوه الكوس عددين بينهم سالب. لو عايز اشيل السالب اعمل ايه? ابدي العددين لجوه الكوس. يبقى اكتب جزر اثنين سالب واحد. تاني ازا لقيت سالب بره الكوس وجوه الكوس عددين بينهم سالب. اشيل السالب لبرا الكوس وابدل العددين لجوه الكوس. بقيت جزر اثنين سالب واحد. اكتبت النغط جزر اثنين سالب واحد. عايز تعملهم بنقص مش مشكلة. رقم خمسة. ازا كان جزر الف على بيه بتساوي اثنين على ثلاثة فان بيه على الالب بتساوي نغط. خدوا بالكم دي صعبة شوية. غالبية الامتحان بصراحة صعبة. اعمل ايه هنا. اول حاجة اربع الطرفين. ليه علشان اجيب ما تحت الجزر الوحد. اللي هو الف على بيه. لو ربحت الجزر اشيل الجزر وقت ما تحت الجزر. ولو ربحت هنا اربع البسط وربع المقاوض. طب ها اكون اجيبت الف على بيه. بس هو اعجبها على الالب. اجيب المعكوس الضرب للطرفين للطرف الايمن والطرف الايصى. يبقى لازم تجيب المعكوس الضرب للطرفين. تعالوا كده انا اعرف ازاي. يبقى اول حاجة اربع الطرفين. ربح هنا وربح هنا. لو ربحت الجزر اشيل الجزر وقت ما تحت الجزر. اللي هو الف على بيه. بتساوي. لو ربحت هنا اربع البسط وربع المقام الواحده. مربع الاتنين اربعة. على. مربع التلاتة تسعة. بتألف على بيه بتساوي اربعة على تسعة. بس هو عايز به على الالب. اجيب المعكوس الضرب للطرف الايمن واجيب المعكوس الضرب للطرف الايصى. المعكوس الضرب الالب على بيه هو بيه على الالب. بتساوي. المعكوس الضرب الاربعة الى تسعة هو تسعة الاربعة يبقى في النبيع على الاف بتسعة واكتب في النغة كامب تسعة الى اربعة خدوا بالكم مساج صعبة شوائن رقم تلاتة الاف حل الكل الممات رقم واحد اربعة سنة ترباح سلب تسعة اربعين خدوا بالكم دي سهل ده فرق بين المربعين يبقى اعملي اجيب جزر الاول والجزر الثاني واحطوهم بين كوس بس الشرطين مختلفين في كل كوس مرة مجب ومرة سالب تعالوا كده اناعرف ازاي جزر الاربعة سنة ترباح كام اتنين سنة وجزر التسعة واربعين كام سابعة وبينهم سالب يبقى تحليل فرق بين المربعين اعملي كوسين واربعة الكوس الاول العمل في نص سموجة بالكوس التاني اعمل في نص سلب اكتب جزر الاول في بداية كل كوج جزر اربعة سنة ترباح اتنين سنة اعمله هنا وهوم اعمل جزر التاني في نهاية كل كوج جزر ال supervisor الاربعين كام مشطives اعمله هنا وهوسول بعد تحليل 2 سن مجاب 7 في 2 سن سلب 7 سهل خالص رقم 2 سن تكعيب سلب 8 ده فرق بين مكعبين يبقى أعمل كسين واحد صغير واحد كبير الكس صغير أجيب الجزر التكعيب لكل حد ونفس الإشارة سالب بينه الكس الكبير أعمل 3 حاجات أعمل 3 حاجات في الكس صغير أول حاجة أجيب مربع لأول تاني حاجة أغير الإشارة وأضرب الأول في الثاني ثالث حاجة أجيب مربع الثاني ده كله في الكس الصغير اللي احنا جبناه يبقى تحليل فرق بين مكعبين أعمل كسين واحد صغير واحد كبير الكس الصغير أكتب جزر التكعيب ونفس الإشارة الجزر التكعيب سين تكعيب سين نفس الإشارة سالب جزر التكعيب الثاني يبقى جبتي جزر التكعيب لكل حد ونفس الإشارة بينهم سالب تب الكس الكبير أعمل 3 حاجات في الكس الصغير أول حاجة ربع الأول مربعة سنة تربية تاني حاجة غير الاشارع وضرب الأول فيittäني الإشارة السلب سيبدأ موجه مثل يوقف ثلث حاجة ربع الثاني فعندما تقوم بعمل موجه ثلاث حاجه مثل مربع السنة تربية وضرب أول مرheim في ربع الثاني موجب اربعة. خلي بالكم لازم تكون موجب. رقم ثلاثة. ستة سين تربع موجب عشرين سين موجب اتناس. موجب ستاشر. خدوا بالكم دي صعبة شوية. اول حاجة هلاجه عام المشترك. المشترك اتنين. بعد كده هلاجه اللي جوه القسم يقدر ثلاثة غير بسيط. يبقى حل الاول وحل الالتالي. بحيث هضرب الطرفين مع الوسطين يدين للاوسط. بس التالت هيكون موجب. بجبال الشرطين هيكون زي بعض مثل الاوسط. موجب. خدوا بالكم الخطوات دي. تعالوا كده نعرف ازاي. يبقى اول حاجة. هلاجه عام المشترك. هنا ستة وين عشرين وهنا ستاشر بجبال الجسم على الاثنين. افتح كوز. ستة سين تربع على الاثنين فيها تلاتة سين تربعين. موجب عشرين سين على الاثنين فيها الموجب عشر سين. موجب ستة اشر على الاثنين فيها الموجب تماني. كده حللنا. خدنا العام المشترك. هلاجه اللي جوع الكوس. مقدر سلاسة غير بسيط. يبقى حل الاول وحل الالتالي. التالت موجب يبقى لشرطين هيبقوا مستى الاوسط. موجب. واضرب طرفين في وسطين. هعمل المجس في محاولات كتير. تعالوا كده نعرف زين. اول الحاجة الحد الاول. بتساوي تلاتة سين تربع عبارة عن ايه? تلاتة سين في سين. بس احل الحد التالت. الحد التالت عبارة ايه? تمانية في واحد. او ابدل واحد في تمانية. ممكن تكون اتنين في اربعة. او ابدل اربعة في تنون. يبقى هعمل اربع مجسات. بس الاشرطين هيكونوا مثل الاوسط. بالنسبة لحد التالت اول مجرس. تلاتة سين في سين اكتب على اليومين. تمانية في واحد اكتب على الشمائي. الاشرطين مثل الاوسط لاني التالت موجب. الاوسط موجب. بينه موجب وبينه موجب. اضرب طرفين في وسطين. تلاتة سين في موجب واحد بموجب تلاتة سين. سين في موجب تمانية بالموجب تمانية سين. موجب تلاتة سين وموجب تمانية سين في الموجب 11 سين. مدى ناشي الاوسط. يبقى دي ما تنفحس. اعمل مغسات اخر. اخدي ايه اتوا اخدي. تلاتة سين في السين اكتب على اليومين. واحد في تمانية اعمل على الشمال. ولا شرطين مس talosط لاني التالت موجب. الاوسط موجب اعمل هنا موجب وموجب. اضرب طرفين في وسطين. ثلاثة سن في موجة بتمانية بموجة باربعة وعشرين سين. سن في موجة بواحد بموجة بسين. هدسة وموجة بخمسة وعشرين سين. مادة ناشي الاوسط دي برضو ما تنفحش. اعمل مغسي التالي. اخد ديت ودي. ثلاثة سن في سين عمل عليمي. اتنين فاربعة عمل عشرين. هنا مثل الاوسط موجة بموجة. ادرب طرفين في وسطين. ثلاثة سن في موجة باربعة. بنوجة باثناشر سين. سن في موجة باثنين. بنوجة باثنين سين. موجة باثناشر سين وموجة باثنين سين. بتسيو موجة باربعة عشر سين. هل ادعنا الاوسط ما تنفحشي تي برضو غالط. اكيد اخر وحدة هي الصح. نتجرب كده. نعمل مغس أخذ دي مع آخر واحدة دي ثلاثة سين في سين أربعة في اتنين واللي شرطين مثل الأوسط موجب موجب أضرب طرفين ثلاثة سين في موجب اتنين بموجب ستة سين سين في موجب أربعة بموجب أربعة سين فعلا إدانا موجب عشرة سين و يبكي هذا هو صح قيد الدين مع بعض الكوس و دين مع بعض الكوس القوز الأولي ثلاثة سين أربعة ، دين سين راتب أمو فعلا الاخر تجربتي بالخز الاخر يبكي مع الكوس في الشيق القوز الأول ثلاثة سين و موجب أربعة في الوان القوز الثاني سين و موجب اتنين و عند السين يبقى التحليل عبارة عن 2 في 3 سنة موجة ب4 في سنة موجة ب2 خدوا بالكم دي طاولة شوي رقم 4 ألف سن 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 موجة ب3 سن سن 21 خدوا بالكم دي التحليل بالتقسيم لأنه 4 حدود وفيه نوعين من التحليل بالتقسيم النوع اللي هنا هاخد كل كسين مع بعض علشان في عام المشترك أول حدين مع بعض والتانع حدين مع بعض هل يجب في عام المشترك إيه العمل المشترك من أول حدين ألف 그리고 إيه العمل موشترك من ثانع حدين ألف وإيه العمل المشترك من ثانع حدين هنا هو هل يجب في ثلات手 ولكنم أن تكلمون ب4 تبا crossing 5 لازم أحدد الإشارة تعال incluينا Jazz تعال عليه كم reminder هذا أول حدين مع بعض واللوم سنين مع بعض والدخل простانع حدين مع بعض سنين مع البعض واللوم ألف شنين IRA الف سن على المشترك سنين سالب سابع ، ألف على شاهدة في السالب سابع إيه لمشترك من متابع الحديدين شكراً اعاد شكراً اقنalu بها represents 3 أقسم 2 already is 3 الموجودé في السانب 21 سالب 21i은 Parce 3 ربكم ، القص conclusif المقدار الأول defend 싶은 tuyo ي분는지 عمل أن اعlegen قص ربع لذلك الجح銀 سيker الكوس الاول اكتب في الكوس المشترك الكوس الثاني اكتب الباقي من كل مقدار الباقي هنا موجة ثلاثة الباقي موجة ثلاثة الشرط موجة يبقى طالح سن سالب سبعة فالف موجة ثلاثة رقم به باستخدام تحليل اوجي تقومة المقدار 25 تربية سالب 15 تربية اصفح ايجا لان هنا كوس تربية وبنم سالب كوس تربية ما داخل الكوس يبقى الجزر 25 تربية 25 الجزر 15 تربية 5 الجزر 15 تربية 15 اعمل كوسين وراء بعض الكوس الاول في النصف موجة بالكوس الثاني في النصف سالب اعمل جزر الاول في بداية كل كوس جزر التاني في نهاية كل كوس واختصر كما قلت هذا فرق من مربعين كوس تربيع وكوس تربيع بينهم سالب كيف تحليله اعمل كوسين واربع الكوس الاول في النص موجب والكوس الثاني في النص سالب اعمل جزر الاول في بداية كل كوس جزر 25 تربيع بكام داخل الكوس 25 اعمله هنا وهنا وهنا اعمل جزر الثاني في نهاية كل كوس جزر 15 تربيعي ما داخل الكوس يلو 15 اعمله هنا وعمله هنا بقى 25 زياد 15 في 25 ناقص 15 بتشيب اختصر 25 زياد 15 بكام باربعين فيه 25 ناقص 15 بكام باس 40 في 10 بكام بربعمية على طول يبقى عملناه في ثواني عن طريق تحليل الفرق بين المربعين ده تحليل فرق بين مربعين رقم اربع الف اذا كان 2 على 63 موجة بخمسة بالساوي 3 على 8 لكل جزر سالب 2 فوجدكم 20 خدوا بالكم دي صعب لازم نخلي الاساس بساوي الاساس هنبسط الاول 3 و 3 على 8 ده عدد كاسر عايزين نخلي كاسر هنكتب المقام زي ما هو 8 اضرب صحيح في المقام واجمعنا الباص 3 في 8 ب 24 زياد 3 27 اشيل 3 و 3 على 8 ووكتب 27 على 8 هلاكي 27 عبارة عن 3 و 3 و 8 و 2 و 3 هاخدوا الاسس مشترك على كوس داخلي خلي بالكم الاسس على الكوس الخريجي سالب 2 بس الاسس على الكوس الداخلي هيبقى 3 لاحظ ان هنا هيبقى 2 على 3 وهنا هيبقى 3 على 2 يبقى بدل هنا يبقى لازم اغير اشارة الاسس بتاح هلاكي اسس الاسس اضربهم في بعض بعد كده ساوي الاساس بالاس خدوا بالكم ده طويل تعالوا كده نعرف ازاي خليكم معايا خط وخط 2 على 23 مجاب 5 زي ما هيبقى بتساوي اشتالي باتنين زي ما هيبقى عايزين نخلي دي كاسر اكتب المقام زي ما هو المقام كام 8 اضرب الصحفي المقام واجمع مع الباص 3 في 8 ب 24 زياد 3 27 بات 27 على 8 اكتب دي زي ما هيبقى 2 على 3 اشتالي مجاب 5 بتساوي اشتالي باتنين زي ما هيبقى 27 عبارة عن كام 3 اشتالي 8 عبارة عن كام 2 اشتالي انا ماشي خط وخط بتساوي الكوس الخارجي 3 على 2 هنا 3 على 2 هلاقي القس في الباص زي القس في المقام اعمل كوس داخلي واعمل عليه قس 3 واكتب الاساس جهو الكوس الداخلي 3 على 2 هنا 2 على 3 وهنا 3 على 2 هبدلهم بصغير اشارة الثلاثة تبقى سالب 3 اكتب دي 2 على 3 اشتالي مجاب 5 زي ما هيبقى بتساوي الكوس الخارجي زي ما هو سالب 2 تبديل او بدلت اغير اشارة الاساس بتاحت تبقى اش سالب 3 يبقى اعمل 2 على 3 بدلت اغير اشارة الثلاثة تبقى سالب 3 فاضل هلاقي هنا اش الاساس الاساس الاول سالب 3 والاساس الثاني سالب 2 اكتب دي 2 على 3 اش سالب 3 اش سالب 5 بتساوي 2 على 3 زي ما هي اش الاسس ينضرب السالب 3 في سالب 2 سالب سالب ومجاب المجاب ما تكتبش 3 في 2 بقى الاساس هنا زي الاساس هنا يبقى الاسس هنا يعني ايه سالب 5 اذا سي مجاب 5 بتساوي ست مجاب 5 سين بتساوي ستة ناقص خمسة ستة ناقص خمسة وكام بواحد بعد ده كله طلع النتج بكام بواحد يبقى فهنا كمية سين بتساوي كام كمية سين ساوي واحد رقم به اوجد عدد حقيقي اذا اضيفه الى مربعه كان الناتج 42 خدوا بالكم دي برضو مستعب بس برضو فا فكر هفرض ان العدد حقيقي سين يبقى مربعه هي سين تربيع هنضيف سين الى مربعه يعني سين تربيع مجاب سين الناتج بيساوي كام 42 42 تروح بالطرف اتنا بعكس الاشارة عشان يبقى الطرف الايسر بيساوي سيف هنلاقي الطرف الايمن تحليل مقدار سلاسي بسيط يبقى نعمل سين في سين في سين والحل ازي ما احنا عارفين تعاليكو ده نعرف زين اول حاجة خليكم بالخطوات نفرض ان العدد الحقيقي هو سين سين تربيع هنضيف العدد الى مربعه يعني سين تربع زين النتج بكام ب42 يبقى اسن تربع زين يعني تساوي كام 42 سين تربيع زين بتساوي 42 ضيفنا العدد الحقيقي الى مربعه يعني سين تربع زين النتج بكام Sport لازم نخلي الطرف الايسر بصفر فكرة 42 تذهب في حصل السليب 42 سين تربيع موجة بسين سالب 42 تعمل سين تربيع موجة بسين لهذا بسيط سلسة بسيط يفقى اعمل هنا مغامض كوسين سين في زين سوف تعمل 0 الثالث سالب اعمل حاجتين ارى عددين ينضربوا بعد يدنا الثالث وترحموا الاوسط ثاني حاجة الشارط الكبير من الأوسط ويشارط الصغير مختلف عن الاوسط يبقى اول شيء العددين الذين نضربوا بعد يدين 42 و طرحهم 1 6 في 7 6 في 7 ب 42 و 7 نقل 6 و 1 ثاني شيء الشرط الكبير مثل الأوسط الشرط الصغير مختلف على الأوسط الشرط الصغير مختلف على الأوسط يبقى سالي بقى سين سالي ب 6 في سين موجة ب 7 ب 7 صف نشكر المجاوبة تبدو vị في سين موجة بالنسبة أول كس المجاوبة surface اليها السين سالي ب 6 أول كس المجاوبة för 7 مثل المجاوب uma ب 7 كس المجاوبة judgement يبقى technologies ، تبقى . وهي بقى ربليا هو ايه? اما ستة او سالب سبعة. اذا العدد الحقيقي هو اما ستة او سالب سبعة. دي تنفع ودي تنفع. ليه? لان الاتنين اعداد حقيقي. رقم خمسة. اذا كان تسعة اربعين اس نون في خمسة عشرين وستنين نون في تلاتة وستربعة نون على سبعة سالب نون في خمسة عشر وستربعة نون بتسوي تلتمية تلاتة واربعين او زد كمية نون ثم احسب كمية ستة وستنين نون. دي برضو صعب. الطرف الايسر هنحل الاس كل واحد. تسعة اربعين هنكتب سبعة ستنين جوا كوس. خمسة عشرين هنكتب خمسة ستنين جوا كوس تلات من خلاة زميه علشان من تحلس. سبعة خلاة زميه علشان من تحلس. خمستاشر هنشيلها هنحط خمسة في تلاتة جوا كوس. تاب ازا لاغينا اس الاس ندرمهم في بعض. تاب ازا لاغينا جوا الكوس عددين مضروبين في بعض يبغر ازا ال stickers على كل عدد جوا الكوس. تلتمية تلاتة واربعين تحليل هنجه سبعة وسترات. تاب ازا لاغينا الباست ازاي المقام بنفس الوسس يبقى اضطره مع بعض. اذا لقنا البس مختلف عن البس زي المقام بس اسس مختلفين. يبقى نطرح اسس البس ناقص اسس المقام. خلي بالكم ازاي لقنا اسس المقام سالب هنضربه في سالب. بعد كده نجيبكم اتنون ونعوض في ستة اسس اتنون. خدوا بالكم دي صعب. تعالوا كده نعرف ازاي. شرطة الكاثري زي ما هي. تسعة اشيالها احط سبعة تربية بس جوه الكوس. تتبع للكوس اكتبه نون اللي هي فوقه. في خمسة وعشرين اشيالها خمسة تربية جوه كو. اكتبع للكوس اتنين نون زي ما هي. في تلاتة وصاربعة نون زي ما هي. عشان تلاتة ما بتحللش. سبعة وسالب نون زي ما هي. عشان السبعة ما بتحللش. في سبعة اعمل شرط الكاثري زي ما هي. سبعة زي ما هي. سبعة زي ما هي. اتنين في اتنين في اتنين نون بكاهم باربعنون. في تلاتة وصاربعنون زي ما هي. على سبعة وسالب نون زي ما هي. في اوزع لوس على كل حج جوه الكوس. عشان بنون في خمسة وصاربعنون. في تلاتة سبعة وصاربعنون. وزع لوس على كل حج جوه الكوس. بتساوي سبعة وصاربعنون زي ما هي. ابدأ اختصر. هنا خمسة وصاربعنون وهنا خمسة وصاربعنون نفس الاساس والنفس الوسس يبغطروا مع بعض في الوسل. تلاتة وصاربعنون نفس الاساس ولنفس الوسس يترم مع بعض. بعد سبعة وصاربعنون على سبعة وصاربنون. بتساوي سبعة وصاربعنون. نفس الاساس اكتبوا الاساس زي ما هو سباح. اعمل السل بست. ناجس السل مقام. السل بست كام اتنين نون. ناجس. السل مقام كام سالبنون. احطه جوه كوس. بتساوي سبعة وستثلاثة زمعي. قد اختصر سبعة. سالف سالب وموجب. يوجد اثنين نون زمعي. موجب نون. ليه لان سالف سالب وموجب. بتساوي سبعة وستثلاثة. اثنون نون زي اثنون بايام التلاتة نون يوجد سبعة عش تلاتة نون بتساوي سبعة عش necess packetة. الاساس بساوي الساس. يوجد الاص بيساوي الاص. يعني الاس هنا تلاتة نون يوجد دا SKN 3 نون. بتساوي 3. عايز داس تلاتة المضروب اكسم هنا على التلاتة وهنا على التلات. ثلاثة على الثلاثة تروح ولا أبدو كومة فاضل عايز 6 و 62 نون. اذا 6 و 62 نون بتساوي 6 و 62 في نون انا جبتها بكهان بواحد. بتساوي 6 و 2 في واحد بكهان باتنين. بتساوي 6 و 62 يعني 6 في 6 ب 36. خدوا بالكم دي صعب. يبقى النتج النهاية تطلع بكهان ب 36. رقم به مجموعة من البطاقات مرقمة من 1 إلى 24. فإذا صعبت منها بطاقة واحدة عشوائيا اوجد احتمال ان تكون البطاقة المسحوبة عليها 1 عدد مضاعف لعدد 6 و 2 عدد مربح كامل. خدوا بالكم دي. اول حاجة هنكتب فضاء العينة اللي هو من كامل كان من 1 إلى 24. بعد كده نجيب نون فيه اللي هو عدد فضاء العينة هنلاقهم 24. بعد كده هنفرض ان البطاقة المسحوبة عليها مضاعف للعدد 6 و ليكن به. و نكتب المجموعة به. 6 مضاعفات. بس لازم نتمل فضاء العينة. بعد كده نجيب نون قلق. بعد كده نفرض ان البطاقة المسحوبة عدد مربح كامل و ليكن به. بعد كده نجيب المجموعة به. لازم يكون مربح كامل. الاول مربح كامل واحد. بعدها اربعة. بعدها تسعة. بعدها ستاشر. بعدها خمسة وعشرين بصر خمسة وعشرين مش موجود. بعد كده نجيب نون به. خدوا بالكم الخطوات. تعالوا كده نعرف كده. اول حاجة هكتب فضاء العينة فيه. بتساوي. فضاء العينة من كامل كامل. من واحد لاربعة وعشرين واحد اتنين تلاتة. ما ينفحش نكتب كله. اعمل نقط لغيط اربعة وعشرين. يبقى كده كده كتبت فضاء العينة داخل مجموعة. ما ينفحش نكتب كله. بعد كده نجيب نون فيه. عدد فضاء العينة. هعدي من واحد لغيط اربعة وعشرين. بعد كده نفرض ان. الف. هو حدث البطاقة المسحوبة. عدد مضاعف للعدد ست. عدد مضاعف للعدد ست. هنكتب مجموعة الف. بتساوي. ايه مضاعف ستة من هنا. اول حاجة ست. اللي بعدين اتناش. اللي بعدين تمنتاش. اللي بعدين اربعة وعشرين. ستة وضعفة. ستة ومضاعفة. ستة. ازوج ستة اتناشرة. ازوج ستة اتمنتاشرة. ازوج ستة اربعة وعشرين. يبقى نون الف. عدد عناصر الف كام. هتسوي واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده نفرض ان. به. حدث البطاقة المسحوبة. عدد مربع كامل. نكتب عناصر به. المجموعة. هالك المربع الكامل. اول حاجة واحد. لان واحد في واحد وانا. اخر حاجة اربعة. لان اتنين في اتنين باربعة. ثلاث حاجة تسعة. لان تلاتة في ثلاثة في تسعة. الرابع حاجة ستتاشرة لان اربعة في اربعة في ستتاشرة. خمس حاجة 25 ما يشتب على الفضاء ويبقى نخدمه. نجيب نون به. بتسوي كام. واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة. اربعة برد رب. هو عايز لام الف. احتمال ان تكون المبطاقة المسحوبة مضاعف العدد ستة. اللي هو لام الف. هنكتب نون الف على نون فيه. طب بعد كده لام به. اللي هو احتمال البطاقة المسحوبة عدد مربع كامل. هنعمل نون به على نون فيه. يبجتك اول حاجة. هعملها في الحتة الصغيرة دي. لام الف. لام الف اللي هو ايه? احتمال ان تكون البطاقة المسحوبة عليها عدد مضاعف العدد ست. هتساوي نون الف. على نون به. نون الف جيبتك باربعة. على نون فيه جيبتك اربعة وعشرين. ينفع الاختصار على الاربعة. فالوعد على الاربعة في الست. هتطلع بست. يبجا لام الف بست. فاضل اجيب لام به. لام به اللي هو ايه? احتمال ان تكون البطاقة المسحوبة عليها عدد مربع كامل. هتساوي نون به. على نون فيه. بتساوي نون به جيبتك باربعة. على نون فيه جيبتك باربعة وعشرين. هتساوي مبارده احتل عمزتك نفسي 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 نفسي